كلمة الصفوة من الاستفاع ترى والله هو ركب نجاح القلب يكاد أن يطير بقبض الله أنا الطالبة براء زهير أبو العمرين المشاركة في صفوة الحفاظ إثنان اشروع صفوة الحفاظ بمثابة الحياة لنا فنحن نترقبه من السنة إلى السنة فالقرآن هو الروح للجسد القرآن هو حياة القلب القرآن هو الغدى والسبيل الذي نهتب به ونسيره في هذه الحياة أنا المشاركة في صفوة الحفاظ إثنان الطالبة إسراء محمد عمر أبو سمعان أبلغ من العمر 31 عام موظفة لدى وزارة الداخلية جوجة عملة طفلة وحاملة وهو أيضا محفظة لدى جائرة القرآن الكريم والسنة سبحان الله كلمة الصفوة من الاستفاء أي الالتقاء ليس أي أحد نشارك في هذه اللحظات إنما هي استفاء فالله قال كم أوركنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كم الحافظة لكتاب الله بقبله ومنه أنوار فؤاد الجمال إذا ما أردت أن تحدث وتعطي عنوانا للصفوة يكفيك أن تقول ترى والله هو ركب نجاح هذا لربما على نحو الخاص أعتبره سر أنوار وسر حياتها ترى كل إنسان له سر وجود أما سري ووجودي حتى أنني والله لست شيئا إذا ما كنت بدون القرآن رحلة في كل آية خطها هزت كياني يعني أنا شخصيا شعوري بصفوة 2 مغاير جدا لشعور صفوة واحد شعور صفوة واحد كنت أشعر بالتكلفة كنت أشعر بالمشاقة أثناء أثناء الأحيان أثناء التسميع لكن شعور صفوة 2 فرق بفضل الله عز وجل بشكل مغاير وبشكل نوعي أكرر تثبيت القرآن مرة ثم مرة ثم مرة قول الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك فإعادة القرآن مرة كل والمرة يساوي تثبيت القرآن والله كنت أدرك يقينا بأن ما من شيء أحب إلى الله أكثر من كلامه فكنت إذا ما أردت شيئا من الله وسألته يا قلت يا رب كرامة القرآن وكنت جد أطمع بأن أنال هذه المكرمة سبت من يتلو كصار يهدسي تاجل وطار الله عز وجل أكرمني بأن تكون هذه السردة الثالثة للقرآن الكريم وسبحان الله يعني أقولها وبكل مشاعر التجهيز في كل مرة المشروع يكون سبحان الله نفس الأيبة لأن هيبة القرآن في قلب المؤمن لا تزول سبحان الله فنكون يعني على ترقب شديد مع أننا مثبتين ومتخنين القرآن إلا أننا نكون يعني نشعر بأي بتهاب الموقع ما زاحم القرآن شيئا إلا باركة بركة القرآن تتنزل فيها الرحمات وتتكاثر فيها الخيرات والبركات أي إنسان في هذه الحياة يريد أن يبارك الله في جميع أوقاته سأظل أرتحل إلى هذه السويعات فيها أماني فيها أمسي كنت أردت من آيات حتى أن سمعي وبصري ولساني كل مشغول بما يحبه لربع في هذا اليوم سيكون سر نجاتي سأظل أرتحل مع الصفر محطن المشتاء وأن طابعي يا كتاب الله